مرحبا بكم من جديد دائما حلقة خاصة أكيد من برنامج عيادة الجميع نحكي فيه على ألم أظهر الشائعة وأعراض عرق النساء مع ضيفتي دكتورة رحاب بن فرج أخصائية في جراحة الأعصاب ومساعدة استشفائية جامعية في جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي سهلول وتحية أكيد لنا لكل الإطارات الطبية والشبه الطبية العاملة بالمستشفى الجامعي سهلول أكيد لنا بسوصة وقفنا حول نقطة هامة دكتورة رحاب بن فرج اللي قلنا هنا الانبورتانس دو دياغنوستيك رحو صحيح بيش يجيك هو مع ألم معناتها انتنس دو تلفصان ما تخليش الإنسان يسكت برش على نوعية هذي الألم في مستوى اللي أظهر ولكن هنا كما قلنا أهمية اللي كونو تبيب الدواميت ريزي الفحص السريري هو دي جام الفحص السريري تبشي مشو الفحوصات الأخرى المكملة ولكن من فحص سريري نجم التبيب يفهم كل شي شنو نيخسياتيك مش نيخسياتيك جستمان جانسيست برشا نأكد برشا على الإكزاماء كلينيك على الإكزاماء متاع المريض غادي خطر وقتها بش يتوجه الطبيب ونجم يشخص الحالة مش مقولش مية بالمئة تسعين بالمئة معناه بش نتأكد ونعملوا مثلا عملية جراحية واحنا معناش تصوير تأكد الكلمة متاعنا بيانسور إما نأكد ونعود على التشخيص والفحص السريري متاع المريض نشوفه الحركة نشوفه الإحساس نشوفه الريفليكس متاعه نشوفه كيفش يمشي دجا من البوستور متاعه أول حاجة المشي كيفش يدخل لك الكابينة كيفش يقعد في الكونسلتاشون كيفش يقف فما مرض يقف معاوج جهاتي من التعويجة متاعه وتفهمه للبروبليم متاعه كيفش ينجم كريمان ويقعد وإلا مستلقي كريمان ساعات يدخلنا ببرنكار بشاريو متاعه ساعات على شي زغولا مينجمش تلمون معنتي اكيد أكيد نعملو الأقزام متاعنا نتوجهو نعملو نقولو احنا ديز إيپوتاز فرارة ذيهت ومبعدك كان بям سبب تطلبونا هذي تطلبو منعطا بям سو الزيقزام كومپليمنتر الليوما لي راديو لي راديو لي ارام والسكانير هدوما زيادة كمم يعاونوكم متوما أول حاجة نعملو ان غاديوغرافي سمبر نعملو تصويره عادية أعليج تصويره عادية ميش في شخصنا بالضبط سيكوالو بروبليم ما التصوير العادية تورينا برشة حاجات مثلا الاستقامة متاع الفقرات تورينا ايجالما فماشي مثلا كالبنسمان ومعنى الضيق مبينة فقرة وفقرة فاحنا تخلينا نفكروا انه تين لهنا فما انزليك غضروفي ممكن ايجزاكتما دونك هذيك بالغاديوغرافي ما سنو نتعادلوا بيانسور للياغام لامبير ونقول راني ديما ونعود المرضرة والسكانير جنرالما عندوا معنى السكانير ما نعملوشي في الحالة متاع المرض هذيه نطلبوا لياغام لامبير لياغام هذيه تصويرها بالرانين المغناطيسي تورينا مثلا الديسك هذيك للأقراس أو الغضروف الاخر مش تلقاها اكثر شيء يحمل مياه كما نشوفه في تصويرها هذيه دونك تحسوا اللون متاعه ودجاه متبدل على الديسك الاخرين الاخرين مش شبعين بالماء دونك لونهم ابيض في اللياغام نراه في الديسك هذيك كالخارج لونه اكحل دونك راوشي حيك الديسك هذيك ومريض الديسك هذيك هوك خارج الكلو على بلاستو ونازل على الرباط الخالفي وفي تصويرها الأخرى دونك كيفش خارج الكلو وماشي ضغط على العصب اللي ماشي على اليسار دونك العصب نمره خمسة على اليسار فاهمنا فليه غام هذيه نوريوم فمش انزريق غضروفي واضح وإلنا ما فما انتفاخ في الاربطة الخالفية للظهر يتسبب في تقلص القناة العصبية مغير انزريق وظروفي واضح دونك ما فماشي نقوله نحنا الفتق هذي ما فماشي الفتق ما فماشي الفتق ما فمضيق في القناة العصبية جراء التكلس والانتفاخ والتصلب يعني الديرين بالقناة العصبية وصعات تصير حتى يبقى تخوفي ديزارتكوليغ معناه انتفاخ في العظام في الفقرات سمحني دونك كيما يصير في مستوى نزيد نوضح اكثر كيما يصير في مستوى القلب هنا في العروق تتصلب الشرايين كيما يصير التصلب في مستوى الشرايين متاع القلب لقدر يتسد وقت يتسد العرق فانه تصير هذه الجلطة الدماغية او الجلطة القلبية فانه نجم قولنا نفس الفينومين او نفس الظاهرة تصير مش كيف كيف هذا كما قلت لانت هذا الانتفاخ او هذا الدبو اللي يصير في مستوى هنا التصلب مش لا تيغوس كليغوس بلتو لكالسيفيكاسون يوليو فيما كالتحجر كريمة او انتفاخ هو لجمان الاربطة الخلفية حاجة مول يعني حاجة هكا سوبل سوبل يبقى كما هو فاذا كان يذيق اذا كان ينتفخ من هنا رباط ومن هنا رباط وصير انزلاغ وظروف حتى جزئي من قدام فالعوامل هذو ما الكل يساهموا في التقلص للقناة العصبية يولي القطر المتاحة اقل من 12 مليمتر وفي الحالة هذه بيانصور توجع برشا لوجيك نوعية كانوا نجوفوا نوعية هذه الالام في مستوى الظهر لنا السؤال دكتورة ريحاب بن فرش خطر برشا اللي شاهدوا فينا يعنيوا من فما برشا اللي نعيش وفيما يخص النقصياتيك ولا الالام في مستوى الظهر الشيء يقول لك يعطيونا كين مسكنات أنا مش نقول معناتها يزمني جدوغ الفلتين معناتها الصورة الواقعية يقول لك معناتها يقول لي راهو تبيب مسكنات مسكنات ولا ديزونتي انفلاماتواء مضادات للالتهاب اللي هي ما تعملي حد شي ينخذ في دوية معناتها ما نقولش أنا إني في كاس ولكن معناتها تسكن ترجع تسكن ترجع للالام هذي ونعرفوا كانوا اللابو اكسسيف متاع المضادات الالتهاب شو بي عندهم مخالفات 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 شو تعليقك لهن خص خطر الأدوية من عرش أنا لتخاتمان ديما نمشو في الأدوية وقتش نمشي للعلاج الطبيعي وإلا يزم كما قلنا كل يكون حاضر مع بعض دونك هنا احنا أول حاجة لازمنا انكونتخا فما انكونتخا ما بين الطبيب والمريض اي طبيب في اي اختصاص و اي مريض يشكي من اي مشكل فما انكونتخا ما بين الطبيب والمريض دكار دونك أول كونتخا شو أقول شو الوبجيكتيف متاع التخاتمان متاعي أنا شو الهدف ما العلاج متاعي دونك يعني اللي هو استاد الشلل الجزئي ولا شبه الشلل ذاك مربوط بكمية السرعة في العلاج الجراحي بطبيعة هنا تبقى ناكين الجراحة وقدما نسرعه بالعلاج قدم الريكوبراسيون أو انه يرجع الحركة بتاعه تكون أحسن نحكي على ساعات مش أيام مش أشهر نحكي في الساعات الأولى دونك يقول لك خذيت الدواء متحسنش خذيت الدواء متحسنش هو ان فات الدواء يرهو مسكن الألم دونك احنا شنو نعطيه دواء دونك نعطيه مضادات الألم اللي هما الريكوبراسيتاما الدواء العادي معنا المتعرفة عدي والعضاء ديزان تالجيك عاديين ونوصلوا حتى ديزان تالجيك اللي فيهم الكوديين والكافيين اللي هما بيانسور ما يتعطيه كين بوصفة طبية يعني من طبيب المعالج متاعك دونك نوصلوا حتى نعطيه كيف مضادات الالتهاب اللي زنتي انفلاماتواخ نعطيه اللي هما يرخفوا اللي موسكول متاعنا بيش يخليش يكتشنج العضالي كيف كيف زده يعاونونا للي للي فيتامين ننأكد برشا على الفيتامين بي على المانيزيوم على الكالسيوم على الفيتامين دي كيف كيف عند لبور معناتها متاع الكمبل زو زو سخطر التغذية متاعنا مانجمش أنا جو غارانتي اللي هي بيش توفر لي النسبة الكمية اللي لازمة متاع للي فيتامين هيدو ما دونك النجم برشا نعاونو كيما للي فيتامين بي مثلا يعاونو برشا على رجاني غصان نغفوز معناتها انو الاعصاب تحافظ على الوظائف متاح ومتتلف بسهولة كيف المانيز ومناحي التنميل وكل الخمول العصب اللي صير فعمنا دونك راهو وثير امبورطان للي الفيتامينو تيرابي هذي ياري تخي امبورطان للي كنا عملو وصفة طبية وصفة طبية تكون معناتها وقت اللي تعطيو المضادات الالتهاب والمسكن للألم خاطر الوبجيكتيف فينا المان دو خاتم كما قلت أنا جيت لتسكين أكيد هنا تتوقف للألم بمأن دولور تخلينا مثلا نحس في روح وفينا المان باشتقال حلول مقول شانا جذرية ولكن فيما يخص المستوى الظهر الشائعة وأعراض نيخسياتيك نجمو نحكيو على حلول راديكالية معناتها جذرية معتش نتقلق مانو نيخسياتيك واللي هو جنرال المريف ما يصبر شرا معنا يجي كيقول كتاو نحب الحل وصاعة يستعمل دوية ثايم يرجع لك بعد 3 جو وقال كلي مات حسن دوية نسلو حتى الزرير نجمو حتى نسلو عن طريق للحقن للعضالية وفما donc les infiltration فما les infiltration oui يعملوها كوليغ الروماتولوغ ولا حتى المدسس الجنراليس يعملو les infiltration هيدو ما اليو عبار على كورتيكويد يعاملو الانجكسيون بتاعو في وص بحضة الديسك هذي فهم نحك على الظهران اي 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 يعملو دون غادي les infiltration اللي في كاستي متاح جنرال ما هيش حاجة أبدا يراح معنا من شهرين ستا شهور وبعد يضطر الطبيب انه يعود لك حقنة اخرى ماكسيموم ثلاثة حقن وبش ترجع نفس الوجي وجنرال ما هذي يعطلنا حتى اذا كان فيما للعملية معنا وانتي قاعد تأخر فيها ينجم يعطلنا حتى بعدك في العملية على خاطر يصير كما التصلب في الفيبروز تصير كما التصلب في بلاسة العملية فتعطلنا شوية في العملية ولكن الغزولتان نفس حتى حد ما يتحير بخلاف الأدوية دائما وقت نحكي على الإليم في مستوى الظهر وعلى العلاج الطبيعي يكون مرافق للوصفة الطبيعية هنا قبل من مشهول الجراحة وقت نعمل الجراحة واسكو الجراحة متى ضرورية ونحكي مع تعتبر من الحلول الموجودة لتقليص الألم في مستوى العلاج الطبيعي معناها ستخيز أمورتان دكتور ريحة العلاج الطبيعي معناها نكتبوه بكثرة في الحالة هذه سيخطو إذا كان فما الألم ناتجة كان على ضعف العضلات وقت للألم جز فما تقلص للقناة يعني تقلص ززئي وقت للألم كيف كيف تبدأ مسؤول على انزلاق جز إلى الغضروف فالحالة تضم لكل المساج ري إدوكا تعاون برش الهدف واضح وصريح الهدف هو تقويت العضلات أسفل الظهر وأسفل البطن وتعمل الفيزيотерапية انترجية التي تسكن في الألم الموجودة في المسك وتخليق بلس في الحرك هذا أهم البط للغ إدوكا هل يجب أن نرى الجراحة دكتور الرحاب هنا حالات استعجالية الحالات الاستعجالية ثلاثة يجب أن نشدها ثلاثة حالات استعجالية التي نقول في غير المريض هذا في شمال العملية لا نستنع حتى الغضو فهمنا ثلاثة اللولة وقت العرق الأسي أو العرق النسي تولي لا تستجيب حتى بما في ذلك المورفين وهو أقوى المريض يبدأ يعيط مسكين في الحالة ثانية وقت اللي فهم الشلل أو شبه الشلل كما قلت وقت اللي المريض يبدأ يرمي في سقيه وقت اللي فهم مشكلة في المشط الحركة متاعه ولا صب حتى صب الكبير أو يتسمى شلل جزئي هذك دونك ما نسكتوش عليه ماذا بينا في الحالة هذه المريض ما يسكوش ويمشي في الوقت اللي هو اكتشف روحه اللي عنده خمول في العضلات يمشي دي غاك تمول أقرب مستشفى والنجم حتى نعملوها أونيورجانس الحالة الثالثة اللي هو كيف كيف فما ضعف أو خمول في الحركة يعني قصور حركي شلل ومعاه يرافقوا اللي هما المشاكل في الجهز تانيسولي والجهز ذو ما ثلاثة حالات الاستعجالية للجراحة هنا تبيب بتبيع بيشي يقول اسكو معناتها هو اللي بشعرف اسكو سندروم دوكوت شفال شلال نصفي للسيق ولا شلال نصفي في الأسبوع مع تاوكي المريض جي ولكن معناتها التبيب أشجر بشعرف لأن نوعية هذه الحالات هي حالات استعجالية نرجع الفحص السرير اللي هنا بيانسور قبل أي إجزام كومبليمانتر بيانسور الجراحة عند الإنديكاسون متاحة الأخرين إذا كان مشنا أون أورجنس فما الإنديكاسون متاحة احنا وقت لي جي كمريض أول كونسلتاس وظهر ووجعه أو عند عرق الأس ديوغ مش لوجيك برش تقول هاي بش نعملك عملية ميغتنع اللي هنا كيفاش نقول هو المريض يجيك خايف ديجا يبدأ سامع على حاجات هوجارت وعملت ناس كلها عملت عملية قاعدت في كرسي ما تحرك ما تتحرك ش تشلت لطف ديجا لازم ساعة وقت بيش تقنع بالعكس هذه حاجة ثانيا وقت عملوها العملية كيفاش تعمل عملية العبد وما زل ما إذا كان فادوه دويات والمساج وارتاح وخذي الكونجيل ومتاع بيانسور زيدا مالخدمة معناها إذا كان كل شي هذا كله فاد نجموها أو نوخروها لماكسيمم وإذا كان هذا الكل ما فادش إذا كان خذي دويات مدة به مش هو جمعة من زمان يقول لك نصل حتى لثلاث شهور فهمنا إذا كان ارتاح ما عادش هز فرزي مرتاح خذي كونجي ما عادش يعمل كلي بوستور الخايبين عمل لغ إدوكاسي متاع خذي تخيط كما أنت كتبت هو اللي هو المضادات الالتهاب والمتال الهلام والمساخنة ومازال موجود على المريض فالحالة هذي ينولي ونحكيه على العملية حالة أخرى وقت اللي يولي فما أنديكاب سوسال بروفسيونال دونك في حياته يوالي ما عادش ينجم يخدم يتفاد في الكل على خطر يخاف إذا كان يعمل هكرا ويجعو ظهره إذا كان بش مثلا إذا كان بش يمشي عون في الدار يعني في حياته العادية راو بش يتحير لونك يوالي يتقوش عليه أنديكاب ما يعمل في حال خايف خايف من اللوجيا تجم الهندكاب social ومشي نعمل العملية نعمل نعمل نجاح العملية قد دكتور رحاب فوق 70% sont إفكاس فوق 70% رهم رهم رهوم 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 نحكي على طرق جديدة نحكي على الاندوسكوبي نحكي على نحكي على عدة تقنيات دوت اللي زوتي هدوما هدوما متمكنين منهم ومعنى ما نقولش أنا فلابلو لكن فما للجراحة دونك الجراحة العادية هي السيلوفير من الجراحة العادية اللي هي نحلو شوية في أسفل الظهر هاو عنا الفيديو نشوفوها دونك نحلو شوية في أسفل الظهر بطبيعة نحلو حتى هناك بقتي صغيرة من الأعظام اللي هما من البقتي التيلانية قابلة وينفم السياتيك أو الانزلاق الغذروفي أو زيق القناة ينجموا حتى يكونوا في دولة خوانيفور رايلا حكي هذية متنجمش تكون حتى في إتاج بركة يعني النجم تكون زوز انزلاقات غذروفي ينجم يكون تقلص في القناة على مستوى ثلاثة فقرات إجلما دونك احنا ندخلو دونك فلا الفيديو هذية الديسك ولا ضغط على العصب في البلاسة اللي هو يخرج منها وبالتالي لو جاعة تبدأ من الغسين نغذوز هذيك حتى لتخاجئ الكل متاع السيق بيانسور دونك يا أما كما قلت لكم عملية يعني عادية نحيو شوية من العظام من البختير الخلفية نحيو شوية زيدا كيف كيف من الغذروف أو من الرباط الخلفي نمشيو نحطو يعني حاجة معاوضة سينا إذيك هي العملية يعني العصب تاح تفرهد معاتش مضغوط فالمريض إن شاء الله بيش يخرج لاباس إن شاء الله سينا دونك سينا لوندوسكوبي اللي هي المنظر في تونس مش ليسندخ الكل الحقيقة نعملو المنظر فما كلكو صندخ بدين نستعملو في المنظر وبدأ بشي يدخل توان شاء الله متاع اموراجي متاع نزيف نزيف وأقل حتى وجاء بعض العملية ميرا والرزولتات يسون كيف كيف كما السيلو كما المفتوح كما الفتحة كما المنظر بقنا بأقل أقل أقل خلق للمريض صحيح هذي هو كما شوفنا في الفيديو هذي كيف المنظر تخل ونحا البقتي هذي كما الدسك دونك بأقل فتحة معناها في الظهر قدش تبقى مثلا نوعية العملية هذه دكتورة ريحاب في البلاد ساعة اي المعدل ها ساعة اذا كان يعني سامبل اذا كان فمش انزيريق غضروفي روجوس نكتفيه بأن نوسعه في القناة نحيو الأربطة المتصلبة مثلا نوسعه شوية في العظام كهو نصرح والعصاب هذوكم فقط يعني احنا ديما فصلوا اللي بريد ريعملي التسريح للقناة العصابية لغير وإلى انزيريق غضروفي بطبيعة نحيو الديسك هذك المنزلق كيف يكون الغيزولتال هنا بعد قديش نعرف خاطر دايما نحكي على عملية جراحية فإنه بعد عملية جراحية يلزم المريض بشي تماثل معناها نقول نحنا الغيزولتال يكون معناها تنحن هذي الألام ثم هناك علاج طبيعي يزيد بعض الجراحة كما بكدي قلت 70% ساتيسفاكسيون 70% المرضى يبدوا فرحانين بنتيج بتاحهم نسبة 15% أو حتى أقل نتيجة تقعد نفسها وبتبيعة ساعات فما عراض جانبية أو معناها يصير كما مثلا بيش نبدأ مثال ش ما نت بيان سور احنا كما قلت بكري هي المريض وطبيب المرضى نفصل المرضى تبيعة المرضى نمد لك التصوير نقول هاي البلاسة احنا ندخل هكذا تفسر المرضى وتفسر العملية التي تعملها من بعد تفسر إذا كان لم يعمل العملية مثلا شلل وإذا كان عملنا العملية شنو وإلا فما الغيسك اللي بتبيعة موجودين صحيح ندرين وإحنا نعمل اللازم باش انه ما يصيروش تعاكرات ولا أثر جنيبية ميراهم موجودين مثلا تعافونات شوية نزيف في نجم يصير بتبيعة لنسبة الشلل بعض العملية راي نسبة ياسر ضئيلة فما نسمعوش العبيد اللي يحكي رايش تقعد مقعد في كرسي أو بشتوق مشلور رايش مش صحيح موجودة بقلة برشة ونادرة برشة فهمنا احنا نخلطوا في استاد لكوانو احنا ونتخيز الحق في نوعية هذه العمليات فيما يخص خاصة لناخ ساتيك فإنو النسب تكون ضئيلة وضئيلة جدا مقارنة نقول أنا ومو نحط روحي معنا ما نعرش نمشي مثلا نكوي عرق ولا خاطر ثم نوعية هذه الممارسات اللي أنا ما نعرش بون أنت أسجر لحنا دكتورة بشتقول ثم يقول لك لا في كاس مش معايا رايش ما تاخذت برشة دويات يقول لك دويات ما نفعتني وليزان فلتخاسي ما نفعتني بحقان خمشيت الفلان كوالي مثلا العرق فإنو رجعت لباس وطوام إذا كان الكويين هذي إلي إفكاس ويبري مية بالمية وعلى مدة طويلة رغم الروش المرضى هذو يجيونا العيادات لوجيك لوجيك دونك راه الكويين هذي بالعربي هو يبدأ يكويله يبدأ هو يوصف ل كيف يعمل الكويين هذي يبدأ يوصف له في التخاجم ويبدأ هو يكوي فيه يجيونا ساعات حتى كما يجيو بالقيح بالمدة يجيو بتعفونات رغم جراء الممارسات هذه وساعات حتى تصير خمول ساعات تصير حتى شلل ولا يشلط كريما يشلط يضرم برشا هما ممارسات يقول تطور برشا هما في التقنيات يقول حتى حط ساقك مثلا نبيت في الخل تستير بش كنجي حقيقة عاليا ما هيش مثبتة معناتها لحقيقة الطرق العلاجية هي معناتها هما إذا كان يحبوا يبريوا بالنسبة لإنسان يحب يبري ما ياخدش فلوس هذه دقون عاد نمشي إلى المستشفى الجامعي معناتها بلاش بش ياخذ عليها ميو يمكن نمشي الإنسان زيد مثله الفلوس معناتها ثم أسوام معناتها هذا ابتزاز بالنسبة لإنقبال ما يكون تداولية هذي عليك نقول هذي كل دجا إحنا عطلنا كطبة بش نعمل التشخيص المرض يعني إذا كنت عطلي المريض ويجينا في مرحلة شلل روي شلل إذا كنت نعمل عملية روي مش بش بره مش شلل روي ديما نقول رك مكش بش شلل متاعك بش نوقف المرض في الحال اللي هو في بش ما يتوارش يتماديش شلل هذيك دونك ما نبدأش ننتظر وإنه بش تابرة مش شلل هذيك إكس دونك الهن ممكن نعمل ويمكن تغيكاب دكتورة ريحة بنفرج خصائية في جراحة العصاب ومساعدة الشفائية جميعية في جراحة العصاب دينا نحكي لهنه أوموان لابنوان لابنوان ممكن في اللي ديتاي ديما بيانسور نأكدو برشا على الويقا اول حاجة بش نأكد عليها اللي هي لابنوان 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 وليت كنت لابنوان ويحنا في حالة خمول ويحنا وما نعملوش الاكتيفيته سبورتي في متاعنا لديال في الاكتيفيته سبورتي لديال اليوم اي اكتيفيته الهدف في متاحة انه تقوينا الموسكول متاحة نفهم نفهم دي سبور ولا اللي تمشي مثلا للعضلات برشا المهم اللي يلفز الموسكول متاح اسفل الظهر واسفل البطن نأكد برشا مدام نتوى في فصل الصيف على البحر البحر والبسين راي حاجة ياسر به البلنيو تيرابي دونك راي وقت اللي نعم وقاندخ قوان مانا ضد الطيار راي ميتقوي وحدهم وحدهم الموسكول هيدوكم وبرشا مرضى يتحصنوا بعض البحر دونك البحر به بيانسور البحر مش ماتا نقعد ميجو بختيك لاناتاشون ونمشي كوندخ قوان ونخلي بدني الكلو يتحرك ايجالما زيدا ان ننأكد على بوستوغ في الخدمة ما نقعدوش قاعدين هاكا فرد بوستوغ ساعات متواصلة لشوفر كيف كيف ديما نقولهم اهبطوا سرحوا سقيكم بعدك ارجعوا سوقوا مثالش ايجالما هزينا الرزين بالطبيعة فما طريقة بيجتهز الرزين إذا كان ما عندك حتى حل آخر أكيد فما طريقة كيف اجتهز هاكا الشغل وفما زيدا لغوك لازمون بروفسيوني إذا كان انت عندك مشكلة هيدا مش تكمل هكاكا لك عنا زملائنا طب الشغل ديما نتعاونوا معاهم فما عملوا ريكلة سمون بروفسيوني يعني يبدلوك من البوست بتاع الخدمة بتبيعة ماشين بش انك تتفاد ولا فط مكينة فما ليزي ليفاتو فما بلي ماشين وموحي فارضا على الرأس المالية بتاع ليزوغية متاعك ثم إذا كانت تمام مكينة تزرزين علش بحد يقد يز فيها على ظهر دونك الماكلة المتوازنة بتبيعة بش ما عادش نتفادوا هيك السمنة هذيك وبتبيعة نتكد على الإقلاع على تدخين هذيك ديما أهم حاجة زادا اكسلان مارسي بكو دكتورة ريحاب بن فرج خصائية في جراحة الأعصاب مساعدة استشفائية الجامعية في جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي سهلول تفضل الكلمة الختاب مالك تفضل دونك تحية لك أميرا تحية الجميع القايمين الإطارات الطبية وشبه الطبية في مستشفى سهلول يعيشك مرسي بكو على الاستضافة وإن شاء الله نتلقى في مناسبة أخرى أنا بعد ذلك بلاتو شكرا في سوس أرى إن شاء الله نستضيفكم إن شاء الله لكون غير عنا ناس نال وعنا زدال ميدي تغاني إن شاء الله في آخر العام إن شاء الله تكونوا معنا في تقديم الأحداث بتاع الزبان مهد إكسلان تخذوا بعين الاعتبار كل هذه النسائح لقدمتها الدكتورة ريحاب بنفرج كما قلنا نحكيه على موتيف دو كونسلتاشن معنا موجود ومكثرية كلهم عندهم الألان في مستوى هذه الظهر الأشياء إستحفظوا على روحكم ففرصة لها السيفة معتها بحر اللي هو معتها الإسانسيل لازمكم اتعوموا بأنشور هنا كلمة الختام لكل أكيد لنا التقم التقني لأمن عن سيزون كامل لره ماش سهلا معنا باش نعملوا كل سواء كنا في البث المباشر ثم في هذه الحلقات الخاصة هدى مداحي إيمان بالريش على البوستة سميولي مثالش لنا برجاوي ماهر معتزم قابلني زارجة ولا أنور بيوض في الديفزيون في البث مهدي حجيش في الحلاقة والتجميل مراد بن بركة نزار الكل معتزم سامحوني إذا كان بيانسور الهنا ما سحضرش الأسماء ولكن مرحب كما قلنا ودائما نقول رأس المال هو دائما هو حب للناس وأكيد الهنا هم اللي يعطيوه شارج هذي الكل باش الانسان يواصل ان شاء الله كنا خلال هذا الموسم خلطنا كما قلنا نحن اللي بيقول الاقتراحات على أمل أكيد هنا العودة مجددا في نفس أكيد القناة قناة حنابال التونسية شكرا لكم عطلة ميمونة لجميع إلى اللقاء موسيقى